أبدت مصممة الديكور والأثاث السعودية أمل الغامض سعادتها باختيارها لتصميم وتنفيذ الديكور الداخلي لإدارتي ومتجري ومكتبتي نادي أبهر رياضي بمنطقة عسير المقر الجديد والذي افتتحه الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة الأحد الماضي أكدت أمل أنها تشعر بفخر واعتزاز حينما أطلق عليها وأطلق عليها مصممة الوطن مما يدفعها إلى طموح أكبر في مجال التصميم والديكور والإبداع من استوديوهاتنا في جدات التحق بنا مصممة الديكور والأثاث أمل الغامض أهلا بك أمل معنا في نشرة النهار وبداية يعني كيف كان تقديمك أو كانت الطريقة التي قمت من خلالها بالبدء في العمل على هذا النادي والتصميم الخاص به بكامل أقسامه أهلاً حياك الله أنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم هي كانت مبادرة حقيقة يشكر عليها فريق نادي أبها متمثل مجلس الإدارة أنه أعطوا هذه الفرصة رغم تعثروا المشروع لسنوات عديدة لكن الإصرار أنه يقدموا الأفضل للنادي وتتحول الصعوبات والعقبات إلى إنجاز كان جداً جميلة الحمد لله كيف كانت الطريقة التي تعاملوا معك فيها النادي عند طرحك للفكرة والتصاميم؟ بالحقيقة كانوا جداً حريصين أنه يقدموا الأفضل لناديهم قبل ما يعرضوا العمل والفكرة والجرأة في التغيير أعتقد أنه إحنا تعدين مرحلة التغيير وحالياً إحنا في زمن الجرأة في التغيير هذا اللي شدني مع مجلس إدارة نادي أبها أنه هم حابين الجرأة في التغيير والإبداع والتصميم لأنه نادي أبها مش مجرد نادي رياضي هو نادي رياضي أدبي ثقافي فهذه هي أساس الفكرة اللي اشتغلنا عليها طيب نادي رياضي أدبي ثقافي كيف جمعت أفكارك في التصميم؟ من أين استلهمت الدكورات؟ وكذلك كل ما عملت عليه؟ مصادر الإلهام كانت من منطقة عسير وخصيصاً من مدينة أبها بالنسبة لي مدينة أبها هي مدينة الفن والإبداع فكانت عناصر التصميم مبنية ما بين القط العسيري والأشكال الهندسية الموجودة بالقط العسيري وما بين الفن التشكيلي كيف ممكن يكون تجمع ما بين هذه العناصر وما بين تقدم فكرة تكون مدر حديثة تتماشى مع النادي هذا هو الأساس للفكرة طيب كيف رصدت ردود الفعل والتعليقات بعد إنهاء المشروع وافتتاح وزير الرياضة للمقر؟ للأمانة أنا جداً سعيدة بردود الفعل جداً سعيدة أنه في زمن تمكين المرأة أنه يكون لي بصمة مع كوكبة من سيدات الأعمال ومن نساء الوطن في الإبداع بمجالات مختلفة وتخصصات مختلفة سعيدة أنه إحنا كفريق عمل في مجموعة داري الدولية وكأصحاب تخصص قدمنا هذا العمل جميعاً بكل مصداقية وكل حب وشغف سعيدة أنه كان العمل هذا أيضاً مع فريق عمل سعودي من خلال نادي أبهف متمثل مجلس إدارة النادي سعيدة أنه هذا العمل توج في يوم مميز حقيقةً بوجود أمير المنطقة وزير الرياضة ووجود نخبة من الإعلاميين وأهالي المنطقة كل هذه التفاصيل حقيقة وكل هذه العوامل خلتني أقول لك أنه أنا في قمة السعادة طيب وش الجاي يعني يا أمل وش تطمحي الله وش العمل اللي تشتغلين عليه ممكن يظهر قريب أو بعد فترة أكيد الطموح في مجال التصميم كبير وواسع ولا محدود الطموح إحنا كفريق عمل أنه إحنا نقدم مشاريع نترك فيها بصمة للوطن ولنا إحنا جميعاً أنه نستمتع بإنجازاتنا في البلد نفسه طيب ما هو مستقبل المصممات مصممات الديكور السعوديات يعني بناء على رصدك للمتغيرات وكذلك الطموحات ورؤية المملكة 2030 كل العوامل المساعدة للمصممات وللمصممين كل الإمكانيات في البلد حالياً هي مسخرة للجميع فقط يحتاج المصممين والمبدعين في هذا المجال أنه تتاح لهم الفرص وتتاح لهم التحالفات عشان يظهر شغلهم وتظهر إبداعاتهم طيب أنا أتمنى لك التوفيق والنجاح والمزيد كذلك من الإبداع المتواصل أما الألغام ديوانتي مصممة الديكور والأثاث كنت معنا من جدة ترجمة نانسي قنقر